أهلاً وسهلاً أحبتي طبعاً بعد انتشار موضوع المخالفات في دولة الإمارات العربية المتحدة كثير من الشركات وغيرها من اللصوص والحرامية قاموا يستغلوا الوضع وطبعاً هذا رسالة على الإيميل بدأوا يرسلوا رسائلة على الإيميل طبعاً هذا رسالة قتني من أحد اللصوص والحرامية هنا وكانت بيلك طبعاً هنا شرطة البي وكانت بيلك هاي الغساني طبعاً الإيميل هو الغساني ومسيئ لك كوبيبيست وإحنا في انتظار يعني يعني كأنهم يقولون لك أننا خلاص راح نوقف الليسن مالك بسبب عدم دفعك للمخالفات وعشان تمنع هذا الشيء لازم تدفع وطبعاً عاملين هنا رابط للدفع نسوي لك رابط وإذا عندك أي أسئلة وغيرها طبعاً عندهم هنا إيميل ودبي بوليس وكاتبين لك ما شاء الله مرتبين الموضوع طبعاً لما تضغط على الرابط اللي هنا طبعاً بيمنت لينك نسوي لك بيمنت لينك اللي هو رابط للدفع تضغط هنا راح يوديك على موقع آخر على أساس إنه هو ما شاء الله هو الدفع عندك هنا حكومة دباي وعندك هنا شرطة تدبي ما شاء الله وطبعاً عاملين لك هنا البايمنت وأنبيد تيكيتس ما شاء الله الأنبيد تيكيتس مسويين لي طبعاً مسويين لك you have traffic violation that has not been paid for over 3 months طبعاً 3 months ومن ثلاثة الشوء طبعاً ما راح تدبي وغيره وما أعطيناك 24 ساعة وإذا ما دفعت راح يتوقف اللي ليسن ما لك وغيره وكاتبين لك الأموت ما شاء الله ما طالبين حاجة بسيطة 176 ألف دولار طبعاً you a e حتى العملة هنا ما كاتبينها اللي هي عملة الدرهم شكلهم ما يعرفوها العملة وكاتبين لك b now طبعاً لما تضغط على هنا ما شاء الله 17000 ريال عماني وتضغط هنا طبعاً b راح تكتب هنا طبعاً full name والcredit name expiration name والcvv وغيرها وتروح وتسوي لك confirm ما شاء الله طبعاً اللي ما صاح واللي ما ينتبهه واللي يعني عنده فلوس وزايدات فلوسه ممكن يروح ويدفع وراح عن فلوسك سلم عليها فالرجاء الانتباه من هؤلاء الكلاب وهؤلاء اللصوص واخذ الاحتياطات لأن الموضوع في الفترة الأخيرة منتشر كثير فأحبي تنبه على هذه النقطة تحياتي لكم أحبتي ونراكم في مقطع آخر بإذن الله